موسيقى على غرار معظم الأحياء الشعبية بمدينة مراكش يعاني دوار الكذية التابعة لمقاطعة غليز والواقع على بعد مسافة قليلة من وسط المدينة من ضعف لافت في البنيات التحتية ومشاكل أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى المشاكل الأسيدي خاصة أنا بحالي بحال الناس خاصة يحيدوا عليها البهين وحيدوا عليها كش مكرم من تمام وحيدوا عليها كش كل شي أنا لو قدر عندي غابرة كتشوف أشتري في ذلك البريك وذلك شي ما خليت فين مشيت بالأسيدي تماما ما كيخلنش نعس لها بنهار ولا بالليل ولا لو واش كان هنضل الخدام كان نوت بالربعة الصباح انت وضان مشي بيت الله نمشي للمارش نجيب ذك سلاعة نسلزق فيها على الله نبغي نعس واحد شوية الغوات والكلام الخايد رحلت المرأة أيها الأولاد خويت الدار قاع لقيت باغينا بوحدي ما لقيت راحة الزبالة اللي هنا بغالديا ولها فطحونة يجبدوا الميكا واشتوانا في القدرون والخنزر مقدنين مع الشراجم ديال الدار هذا الشي اللي يزيزين بخير يشوفون هنا لحل لها هذه المنطقة بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحولا ديمغرافيا كبيرا بالزيادة عداد قاطينه بشكل لافتة لكن في المقابل هناك إهمال كبير من طرف المسؤولين هذه المنطقة بدأت تعرف في السنوات الأخيرة أول شيء السوق ثلاثة مرات لم تربعة هو تتبنى وتتريب تتبنى تجيون الناس يخدمون من المزياد تقولوا ما بدأت تعرف في السوق أول شيء ثاني شيء كان الزردار في فوق عندنا والدينا يقعدون حسك تلقوا الحمير تلقوا شحام حاجة المعازة ضوالك جاء بعدها حاليا المقشبقة تكون في أشياء حاجة تالحيوانات المشاكل اللي نعني منها هو هاد المبادرة السلامية التي أعطلت ناسي لنا شي ضربوا للمرتب شي ما ضربوا للمرتب وحنا النظل الأولويين اللي مخلصين الميتر والعمراء مخلصينهم بالتمن ومع إصلاح مع ضغنهم بسنا بدنا نموانه والوال شيء أحدها ضربوا الميتر وهنا وهنا خلوه هلية وبينها في الشارع دودو داخس وكيونا هنا شحامل واحد مال هنا دودو داخس يكون ضروري ومؤكد كل ميتم يتخصنا وعد لنشي مشو بشوية صارحة صارحة ماشي الوعد لماذا ترى سير فحولنا خمزة هنا هنا من الأحياء هنا ناس كبار ناس كبار ناس كبار يقصان دي دي قو آه دي إنها مشاكل تؤكد تغاضي سلطات المحلية الواضح حيال دوار الكدية الذي لا يبدو من خلال واقعه الحالي أي مؤشر لإمكانية النغوض بوضعه نحو الأفضل اشتركوا في القناة